موسيقى مجاهدين الكرام في كامل الأرجاء بالداخل والخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وبحول الله على مئدة حوار التلفزيون لا شك أن الأدب هو التعبير عن التجربة الشعورية التي يحسها صاحبها بأسلوب جميل مؤثر والتأثير في النفوس حيث يستمد الأدب أهميته من وصفه للواقع والإضافة إليه أي تجاوزه التحليل إلى القيمة المضافة من خلال تقديمه نماذج متباينة من آليات التفكير سواء على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمعات وفي ذلك إطار حدث ما والأدب الرفيع والكاليسيكي يعادل أعلى فرص للتعليم كما يوفر للفرد التعرف على العالم خارج إطار ذاته ليتنور فكره ويحظى بفرصة محاكمة الأشياء من خلال منظوره وفهمه الغني للحياة يقدم الأدب للقارئ المتع العميق التي تتمثل في إغناء حياته على الصعيدين المعنوي والروحي وإضفاء المعنى الشامل الذي يتجاوز تفاصيل حياته اليومية ويعيدنا الأدب إلى قصص التاريخ والملاحم والكتب المقدسة والأعمال الكلاسيكية القديمة والحديث من خلال الشكل الأدبي الذي يتضمن اللغة وثقافة مرحلة الحدث وعليه فإن الأدب قادر على تغيير رؤية الإنسان للحياة سواء من خلال ما حققه الأدباء من إنجازات قيمة ساهمت في الارتقاء بالثقافة ومفاهيم المجتمع علاقة الأدب بالمجتمع علاقة جدلية تفرضها مقومات النشأة والتطور داخل هذا وفي العصر الجاهلي كان الشعر العربي مرآة عصره وصورة من حياة الناس الأدب فراء الحياة في هذا الحوار مشاهدين الكرام سنتحدث ونناقش موضوع الأدب والشعر العربي ومنه اليمني بين الماضي والحاضر والمستقبل حول هذا الموضوع وتلك النقاط نحاور اليوم واحدا من الأدباء والكتاب اليمنيين في المهجر ككاتب وشاعر وممن يعرف الكثير عن الأدب والشعر ومع ضيف هذه الحلقة الدكتور أحمد عمران المهندس الأديب مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا وأشكركم على اتضافتي هذه المرة الثانية الذي أتشرف بأن أكون ضيف على قناة عدن ومن هنا أحيي كل مشاهديننا في الداخل والخارج أهلا بك يا دكتور وحنا دائما نستحر فيك مجاهدين الكرام ضيفنا في هذه الحلقة أحمد عمران المهندس الأديب دكتورة وخبرة طويلة في مجال النفط والغاز ورغم الانشغال المهني والأكاديمي في مجاله إلا أنه دأب على مواصلة نشاطه الثقافي والأدبي الذي بدأه منذ المرحلة الثانوية في البداية كان يكتب الشعر ثم واقع في أحوان القصة القصيرة التي لا تخل لديه من شعرية حسب رأي الأديب دكتور عبد العزيز المقالح في السنوات الثلاث الأخيرة قفز حاجز اللغة الأم ليبدأ الكتاب الأدبي باللغة المجارية مباشرة بدأ بنشاطه بنشر بعض قصصه في المجلات والدوريات الأدبية كان اسمه وأسلوبه مفاجئة في الواقع الأدبي المعصر شد أسلوبه في مسجي نمط السرد العربي والتقريب الشرقي الأشياء بمفردات وتراكيب اللغة المجارية كثيرا من الاهتمام لدى القراء والأدباء وعلى حد سوى أصدر مجموعته القصصية المجارية الأولى باسم الغداء الأخير في مهرجان الكتاب صيف والمجموع في صيف 2017 والمجموعة الثانية تحت عنوان بخار الروح صيف 2019 وهو بصدد ترجمة أعماله القصصية إلى اللغات العربية والإنجليزية وتجهيز أعماله الشعرية للنشر وهو أيضا من المرشحين لنيل جائزة الأدب في المجر مؤخرا هذا حصل مؤخرا طبعا حديث ذو شجون عن الأدب والشعر العربي بما في ذلك الأدب والشعر اليمني مع ضيفنا ولكن مشاهدين الكرام بعد هذا الفصل مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد ومرحبا بك الدكتور أحمن أهلا وسهلا دكتور أحمد سؤال هل أقول المهندس أم الدكتور أم الأديب أم القصص؟ والله أنا باعتقادي أن أحمد عمران يعني كاسم قد يشمل المهندس وقد يشمل الأديب نعم ومتى أكون أديبا متى أكون مهندسا يعني يعتمد في أي زوايا اليوم نكون نحن ولكن الحمد لله أنا لا أحس بين هذه الأشياء بانفصامية ولكن أحس بتعددية يا سلام قد يقول قال كيف ستعت أن تجمع ما بين المجالين المتفاوتين من وجهة نظر الجميع العلمي هذا والأدبي اللي هو الهندسة والأدب باختصار أود أن أقول أن أكون صريحا بأن أحمد عمران حاول أن يفك عقدة طالما قيلت فينا كشرقيين أننا نميل أكثر ناحية الأدب أننا نحن نميل نحو الفلسفة والتعبير وأن هذه الأجيال ليست أجيال عملية وهذه التهمة رغم شعوري بالقرب من الأدب إلى أنني وجدت داخل نفسي صراع أن أحاول أن أثبت أن الإنسان العربي وداخل هذا الإنسان اليمني قادر على المجال العلمي والإبداع فيه وكان هناك بعض النشاطات التي حصلت في اليمن أثناء دراسة للمرحلة الثانوية ومنها اكتشاف بعض حقول الغاز والنفط وكانت هذه الأشياء مقرونة بشركات أجنبية فأنا من من تأثروا ومن من أرادوا أن يكون لليمن مهندسيها الخاصين الذين قد يكتشفون النفط والغاز بعيدهم فتستطيع تقول أنني والحمد لله ضحية عقدة سمعتها من المجتمع ولكنني في الأخير والحمد لله لم أكن ضحية عقدة ولكن هذه العقدة جعلتني أختبر الحياة في مجالها العلمي وفي مجالها الأدبي ويسرني القول أنني وجدت الجمال في كل المجالين وأن هذه المجالات داخل نفسي هي عبارة عن مجالات مكملة ومجالات تعطي القوة لبعض وتعطي النقاها لبعض وتغني الجهة الأخرى فأستطيع أن أقول أن في بعض أعمالي دعمت برؤية علمية خفيفة الأدبية وتستطيع أن تقول أيضا أن فهمي للعلم والنظريات العلمية عبر المنظور الإنساني وعبر المنظور خاصة فيما يخص التشغيل في الوظيفة العملية قد أعطاني سهولة أكثر ومرونة أكثر في التعامل معها أنت من أسر أدبية لغبار عليها طبعا أسرة عمران هل كان لهذا تأثير أنت ذكرت الأثار والتأثير هل كان لهذا تأثير البيئة على خطواتك نحو الأدب والشعر إلى جانب الأسرية يقال أن الخال مؤثرنا خالي كان شاعر شعبي هو اسمه علي يحيى قايد المسلمي هو شاعر شعبي كان في مستوى على محيط قريته فيما يخص الشعر في العراس وفي الزامل يعني هو لم يحظ على شهرة نطاق عالمي ولكن أنا من المؤمنين بأن حياتي داخل القرية الجبلية هي التي أثرت علي وخاصة كتابة الرسائل لنساء المغتربين في البداية ثم لاحقا كتابة وقراءة رسائل المغتربين لزوجاتهم رسالة واستقبال استرواية تستطيع قولنا الحقيقة عطتني فرصة أن أكون في الجهتين وكنت عندما يعني تشتري المرأة البياض الصفحة البيضة وتطلب مني أن أكتب رسالة لزوجها وبعد أن أكمل الديباجها المعروفة إذا سألت عننا وعن أحوالنا ثم كنا نصل إلى جملة أما بعد فنكون وكأننا في قمة جبل إلى أين نقفز وكنت ألاحظ كيف هذه المرأة تود أن تكتب كل كلمات العالم إلى زوجها ولكن شيئا من الحياة وشيئا من الاستحياء يمنعها أن تقولها فشعرت بأهمية الكلمة وعلاقتها بالشعور أستطيع أن أقول أن تلك الجلسات السهلة جدا وهي تطعم بقرتها أنني أستطعت أن أتلمس كم هي حاجتنا إلى تلك الكلمة تلك الكلمة التي تصور الشعور وتستطيع أن تلقله إلى الإنسان الآخر فشعرت برحشة الكلمة وحاجتنا إليها التي تعد حاجتنا أحيانا إلى الأكل والشرب دكتور أنت كاتب قصة مجرية مؤخرا طبعا حديثنا عن هذه التجربة طبعا أنا أثناء شبابي وأثناء دراستي الإعدادية والثانوية كما تعرف أنه في الثانوية العامة يجب أن يقرر الإنسان هل يدخل في الثانوية العامة العلمية أم الأدبية وكان هذا بالنسبة لي هذا سؤال وكنت أنا ممن بدأ النشر في الصحف وفي الجرائد مبكرا في فترة المدرسة الإعدادية وكان لبعض المراسلات مع الدكتور عبد العز المقالح كنت أرسل إليه بعض قصائدي وكان يتكرم بالرد عليها عبر الرسائل نحن نوجه له تحية في هذه الحلقة نوجه له ونتمنى له طيلة العمر وهو واحد من المعالم اليمنية بل المعالم العربية نتمنى له طوال الصحة فكان حديثي معه ومع آخرين أن ولوجي إلى المجال العلمي يعطيني الفرصة لو شعرت برغبة بالعودة إلى المجال الأدبي فإن الرجوع يكون أسهل من لو أنا أختار المجال الأدبي وأكتشف بعد مضي بعض السنوات أن المجال العلمي هو ما أبحث عنه فإن التحويل قد يكون صعبا فلذا أخترت أن أخطوى المجال العلمي ثم بعد كده حصلت على منحة للدراسة في دولة المجر كانت تسمى دولة المجر الشعبية ورغم أن الأدب كان يعيش داخلي فإنني في سنواتي الجامعية حرصت على أن أعطي نفسي فرصة التحصيل العلمي العلمي لأنها لغة أجنبية صعبة والتحصيل العلمي في أوروبا مستوى عالي جدا فخزنت الأدب داخلي وركزت على التعليم العالي وعندما سمحت لي الحياة بالتمكن لغويا بالتمكن عمليا وأستطعت أن أعطي نفسي بعض الوقت وبعضهم يذهب لصيادة الأسماك وأنا بدأت بكتابة الأدب باللغة المجرية لديك العديد من المؤلفات كما أسلفت أنا في المقدمة أهمها الغداء الأخير وبخار الروح بالإضافة إلى البوصة وعندما يختفي القمار وفضلا عن المستقبلية إن شاء الله حديثنا عن هذه المؤلفات والأعمال عام 2017 صدرت المجموعة القصصية الأولى مكونة من 17 قصة قصيرة بعنوان الغداء الأخير طبعا العنوان بحد ذاته قد يطرح السؤال ماذا تعني الغداء الأخير ملفت ملفت للنظر الحقيقة كون أنا كتبت هذا المجموعة باللغة المجرية يعني في محيط مسيحي في نهاية الأمر المسيحيين لديهم ما يسمى العشاء الأخير وهو عشاء عيسى عليه السلام مع حواريه فرغبت بأن يكون هذا العنوان كونه ليس العشاء الأخير ولكنه الغداء الأخير أن يكون بارز في الذهن المسيحي المجري أيضا نحن كيمنيين لا نستطيع أن نقول أن هذا العنوان لا يعني شيء يعني من ناحية سياسية في أحد العصورة السبعينيات وبعد صدر المجموعة العولة الغداء الأخير صدرت المجموعة الثانية صيف 2019 بعنوان بخار الروح تستطيع أن تقول أن بخار الروح هي مجموعة القصصية القصيرة الذي يجد الإنسان المغترب فيها المغترب تقافيا أن يصل إلى مرحلة التوازن النفسي والروحي فتكون الكتابة وكأنه أخرج بخار روحه المكبوت داخله ليصل إلى مرحلة التوازن الحقيقة أن لكثير من المتابعين يعني من أصدقاء ومن قراء ومن كتاب في الوطن العربي يعني ردود الفعل الجميلة ألحوا علي بأن يقرؤوني باللغة العربية والآن نحن في صدد إن شاء الله في صدد إصدار النسخة العربية من البخار الروح إن شاء الله في يناير أو فبراير ننتظر النسخة المهدى عبر دار عناوين إن شاء الله في القاهرة إن شاء الله بإذن الله الدكتور الأدب والشعر فيما يخص منطقتنا العربية احنا نتكلمنا في البداية يعني إطلالة سريعة إذن الأدب والشعر فيما يخص منطقتنا العربية وخاصة الجزيرة العربية بين الماضي والحاضر عن هذه النقطة وأنت لك أيضا بعوة وأنت أديب وشعر ولكن أستسمحك والمشاهدين الكرام بهذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وأهلا بك دكتور وحديث شيك عن الأدب والشعر نأتي إلى الأدب والشعر في منطقتنا العربية وأيضا الجزيرة العربية خاصة وأنت عشت معظم حياتك هنا في المملكة العربية السعودية السؤالي كيف ترى اليوم واقع ومستوى الأدب العربي بين الأدب العالمي يمكن قولنا الأدب العربي أو الأدب الإيمني يبحث عن ذاته الجديدة كما هو على مستوى العالم إن الثورة الإلكترونية التي حصلت يعني صنعت نوع من الهزة في وجدان القارئ والتساؤل ما هو القالب المناسب للأدب في هذه وأحيانا قد نصل إلى مرحلة الموضوع نحن في الشرق نمارس الأدب لأسباب مختلفة نوعا ما عن لماذا يمارسها الغرب نحن بشكل تاريخي نحاول أن نبطن آرائنا المجتمعية آرائنا السياسية لأن بشكل تاريخي لم تكن كل المجتمعات تسمح للكلام بشكل مباشر بالآراء المباشرة خاصة الآراء التقدمية الآراء اليسارية فالأدب والشاعر كان عبارة عن مرحلة تنفس ومرحلة تبطين لبعض هذه الأفكار هذا الغرض بحد ذاته خبأ أو لم يكن مطلوبا في المجتمع الغربي في آخر مئة سنة حيث الحركات الديمقراطية والتحررية من ناحية الموضوع أيضا بدأ ترى لماذا نكتب هناك من يقول أن الكتابة هي نوع من أنواع التأريخ وقد يكون التأريخ لشعور معين وقد تكون أيضا لمسألة حبك قصص لم تسمح لها الحياة بأن تكتمل فيأتي الخيال فيجعلنا نعيش مستوى غيومي أجمل نكمل ما لم تسمح الحياة باكتماله فالحقيقة أن هذا قد يقودنا إلى البعيد يعني مسألة لماذا يكتب الإنسان والأسباب التي جعلته يكتب حتى الآن ترى إذا تحدثنا عن المنطقة العربية مثلا أيضا إذا تحدثنا عن المنطقة العربية أنا أستطيع أن أقول ما زلنا يعني ما زالت التبطين ما زالت موجودة ولكن أيضا من الأيام سوق عقاض إلى حد اليوم إلى حد الآن ما زلنا في مرحلة التبطين لكن أيضا ما يجعل الأدب العربي أو الحال العربية خاصة هو الشعر المقفى حسب معلوماتي لا يوجد شعر أدب مقفى في العالم أجمع كما هو في اللغة العربية فأحيانا كانت كتابة الشعر هي لحفظ قوانين الطبيعة كان أحيانا قواعد لغة عربية تصدر في الشعر على الاعتبار أن الشعر المقفى من السهولة حفظه فالشعر أيضا أدى وظيفة تحفيظ وظيفة يساعد الذاكرة على حفظ الأشياء فأعتقد أن هذه الهزة موجودة كما ألاحظ أيضا بما يخص الأدب العربي أن هناك ثورة قد تكون عادلة وقد تكون غير عادلة من ناحية السرد تجاه الشعر نحن في الوطن العربي في الثقافة العربية تاريخيا كان الشعر هو السائد وكانت أحيانا القصة القصيرة والرواية تكاد تكون ديمومات غير موجودة يعني تقاتل كي تكون موجودة أنا ما ألاحظه الآن أن العكس هو ما حصل وأحيانا أعتقد أن العدالة التي حصلت عليها القصة والرواية وصلت بعض في بعض الحين إلى مرحلة التجني على الشعر لأن الشعر كمتنفس آدمي أنا أعتقد أنه ما زال مطلوبا دكتور ولأن الشيء يذكر ونرجع للورقة الليلة كيف كان التأثير في الأدب العربي قديما وكيف أصبح اليوم هل هو نفس التأثير يعني كيف تغيرت الحياة الأدبية من وجهة نظرك أنا ألاحظ أن التأثير الأدبي في الأيام المعاصرة ما زال يستند على التأثير القديم يعني الحقبة الجديدة لم تستطع أن تغطي أو تصنع حقبة تمحي الحقبة حتى أنني أجد أن من الأشعار والكتابات الجميلة هي تلك الكتابات التي يسعى فيها الكتاب بصورة ذكية إلى الدمج شيء من أسلوب الماضي وأنا أعتقد بشكل عام حتى على مستوى العالم ألاحظ هذا كمان على مستوى الأوروبي يعني أنه ما زالت الأدبيات القديمة ديستوفيسكي يعني حتى على مستوى الأدب المجالي ما زالت تمثل الروافد وكأننا داخل مبنى يعني قواعده من الصلابة والمبنى وكأنه يتحدب إلى العلى السؤال كم نسمح لهذا التحدب أن يكون كم من الممكن مواصلة هذا الكلام وهذه أعتقد أنها ظهيرة عالمية أن الأدب الأقدم لسبب ما له تأثير أكثر ما ما يزال أغزر نعم إذا تحدثنا عن اليوم الأدب والإعلام الجديد اللي هو السوشيال ميدي العلاقة بينه من وجهة نظرك هل الإعلام نفع الأدب اليوم أم يعني لم ينفعه نستطيع أن نقول بهكذا يعني أنا أستطيع أن أقول أن التأثيرين موجودين يعني هناك حالات كثيرة استطاع بعض الكتاب المغمورين أعلاميا المغمورين إعلاميا والذين يستحقوا أكثر استطاعوا أن يوصلوا إلى الناس واستطاعوا أن يوصلوا أصواتهم واستطاع القراء عبر هذه الصفحات الاجتماعية أن يصلوا إلى أصوات جميلة وأصوات مبدعة وهناك من يستغل صفحات الاجتماعية كمنبر للتبرؤ من المسؤولية ورمي بعض القادورات حتى أحيانا للأسف للأسف أنا أستطيع ولكن يجب أن نستمر لأن هذا هو التيار العام هو التيار العام ولا نستطيع أن نرفضه ونتمنى بأن الزبد سيذهب ويبقى ما ينفع الناس نعم نحن تحدثنا عن الأدب العربي باقتضاب سنأتي إلى الأدب اليمني ولكن أستسمحك والمشاهدين الكرام بهذا الفاصل مشاهدين الكرام حلقة أدبية رائعة ولكن بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ومرحبا بك دكتور أحمد المرة الثالثة والرابعة والخامسة دكتور أحمد حديث شيئك عن الأدب والشعر والوقت أخذنا طبعا أين يرى الدكتور أحمد اليوم واقع الأدب اليمني عربيا وعالميا بكل صراحة بكل صراحة أنا أرى أن الأدب اليمني رغم الظروف التي نمر فيها وأحيانا ربما هذه الظروف ساعدت على إبرازه أنا أعتقد أن الأدب اليمني ويمكن أن نتكلم عن الأدب بكل أشكال حتى على مستوى الفن التشكيلي حتى على مستوى الفن الأدبي الفن الغنائي أنا أعتقد أن الأدب اليمني بدأ يظهر وأن طعمه بدأ يكون أوضح أنا أعتقد أنه حتى الآن لم يكن للأدب اليمني ما يجعله أدبا محصورا ولكنه لم يكن معروف واعتقد أن الانفتاح الموجود في هذا العالم وانتشار الإنسان اليمني للأسف لأسباب كثيرة ومنها أسباب الحرب ووجوده في بلدان كثيرة سواء في القاهرة أو في بيروت أو في داخل أو حتى في دول أوروبية أعطى الناس فرصة أن تعرف وقد يكون ما أقوله نوع من التحيز ولكنني أعتقد أن هذا الركن في الجزيرة العربية يدخل بالطعم ويدخل بالرائحة ويدخل بالشبك ويدخل بالعبق التاريخي الذي يجعل كل ما ينتج هناك يحمل صبغة مختلفة وما أراه أيضا وإن كنت لا أود أن أسقط أهمية الموضوع هذا أن هناك توازي حتى للمطبخ اليمني أنا أرى أن حتى في الوطن العربي أصبح الناس يتعرفون على المطبخ اليمني كما يتعرفون على المطبخ العربي وأنا من المتفاعلين جدا ولكن ما أتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر من الجهات المسؤولة وأعتقد أن ما حصل في الأول الأخيرة مزج وزارات كثيرة جلها تهتم بالأدب وبالثقافة في وزارة واحدة من وجهة نظر تكاملية قد نقول أن هذا شيء جيد للإهتمام ولكن قد يكون له تفسير آخر أن هذه المجالات لا تستحق هذا الكم من الوزارات أتمنى من الوسؤولين أن يثبتوا أن عملية تجميع هذا الإعلام والثقافة والسياحة في وزارة واحدة يعني تكثيف والآن الوزارة كانت هي وزارة ثلاثية واحدة الإعلام والثقافة والسياحة يعني أن هذا يكون تكثيف ولا يعني أنه كان هناك عبارة عن إيجاز أو تخفيض الأهمية لأن الإنسان اليمني منذ التاريخ كان دائما يتميز بعبق التاريخي بعبق الأدبي هي قيم يجب أن لا نتخلى عنها هي قيم توازي القيم المادية الأخرى في حياتنا كيمنيين نعم دكتور إذا ما تحدثنا عن أوجه الشبه والفروق بين الأدب اليمني وبين الأدب جوار اليمن يعني اللي هو في الجزيرة العربية هل يوجد فرق أو شبه؟ يعني حديثنا عن هذه النقطة طبعا هناك أصوات جميلة جدا في الجزيرة العربية في الكويت سواء من الشار أو من ناحية السرد ولكن أنا أعتقد أن الموروث التاريخي الموجود في هذا الركن من الجزيرة العربية وللأسف موروث الوجع وموروث المعاناة وموروث ما أنتجه الإنسان اليمني عبر رحيله من اليمن واغترابه في أسقع الأرض نعم ومعاناته في الغربة أعتقد هي كل هذه الأشياء كل هذه العوامل جعلت الأدب اليمني ذونكها مختلفة وهذا يعطيه نوع من التمييز وهذا لا يعني أن هناك لا توجد أصوات جميلة ولكن الاستسقاءهم لسعادتهم استسقاءهم أقل فتجد الكاذي موجود فقط في اليمن والريحان له رائحة وخاصة في اليمن وأقول هذا من ناحية منطقية وليس من ناحية تحيزية نعم يعرف الجميع أن اليمن كانت منارة وهذا لا يختلف عليه اثنان أحدث نوع من الأزمات وهذه الأشياء السؤال هل ستعود اليمن كما كانت بإذن الله وكيف منارة للعلم وللأدب وخاصة فيما نتحدث عنه اليوم وله الأدب والله أخي الشيء المفجع أننا أرى أن الإنسان اليمني قادر على الإبداع وقادر على الإبتكار يعني كما أرى مشاهد كثيرة في أوروبا وفي الوطن العربي وأنه لمن المحزن أن لا تتوفر الأشياء الأساسية والبسيطة الإنسان اليمني لا يطلب الكثير كي يبدع هو يطلب السلام فقط يطلب أرضية ثابتة كي يقف عليها بينما في الأوطان الأخرى في الأوطان الأوروبية يكاد يرهق المبدع كي يبدع نعم نحن فقط نطلب من الرياح أن لا تكون ضدنا وهذا نداء يلتحم مع ندائك مع ندائنا جميعا لكل من لهم يد في القرار أن يقفوا على أرجولهم وأن يكونوا يعني أن يتحلوا بالمسؤولية التاريخية لأن كل شيء سيزول ولا يبقى إلا ما صنعه الإنسان للوطن نعم كل ما جمعه الإنسان من مال ومن عقار كله يذهب كله يذهب ولا يبقى فأنا أدعو من هنا الجميع إلى الالتحام واللحمة اليمنية وإعطاء الإنسان اليمني فرصة العيش والابتكار والإبداع إن شاء الله دكتور أحمد إذا ما رجعنا إلى الأدب اليمني ومصادره ورواده فقط في المهجر مثلا نتحدث عن المهجر أنت مثلا في الدولة من الدول علاقتك مع الأدباء اليمنين في الدولة التي أنت فيها وتقوم فيها هل توجد هذه العلاقة؟ هل قمتم أعمال؟ هل تقوموا بأشياء أعمال تشاركية من هذا القبيل؟ حديثنا عن هذه النقطة والله المناسبات هي قليلة وزادت قلتها في آخر سنتين بسبب الوباء وكلنا نحاول أن نلتقي مع بعض في المهجر ولكن نهفو إلى اللقاء في الوطن فنحن نعيش بروحين يعني نروح تعيش في الخارج وروح تتجه دائما نحو الوطن نتابع النشاطات ما تحصل في اليمن وللأسف أن نشاطاتنا التي تحصل في الخارج هي موسمية نحن بصدد محاولة جمع النشاط على المستوى الأوروبي لأنه على مستوى البلد واحد في أوروبا يعني الزخم قليل جدا ولكن أعتقد لو استطعنا أن نجمع الزخم على المستوى الأوروبي يكون أكثر طبعا لنا لقاءاتنا لقاءاتنا أعيادنا المناسبات الوطنية نحييها نغني النشيط الوطني نقرأ على أشعار نجتمع نعايد على بعض ولكن كما حكيت لك هي موسمية ولكن عندما يلتقي جلة من اليمنيين فإن الغناء يعني لا يخلو والدان لا يخلو والبال لا تخلو والفرح ولأنك ذكرت الغناء وسنأتي إلى الشعر الغنائي والأدب الغنائي خاصة في اليمن الذي يروق للكثير حدثنا عن هذا الشعر الذي يروق للكثير الشعر الغنائي طبعا الشعر الغنائي يعني إحدى محطات وجعي أنا ممن يغبطون ولا أود أن أقول يحسدون أولئك الشعراء التي غنى لهم ومن الأشياء الكبيرة التي استصعبها على نفسي أنني لحد الآن لم أستطع أن أكتب شعرا غنائيا أجده أنا صالحا للغناء وكم أنا معجب من أولئك الشعراء الذين يكتبون الشعر الجزل مثل الدكتور عبد العز المقالح عندما أراد أن يكتب شعرا غنائيا مثل أن يحرمونا يا حبيب الغرار ضبيا ليمن ضبيا ليمن كيف استطاعوا التحور وكتابة لغة غنائية شعرية تكاد تتقطر ألحانا نعم وكما قلت لك أنا أعتقد أن الشعر الغنائي إلى جانب الأنواع الأدبية الأخرى في اليمن وهذا شاهد والجزيرة العربية غنية بما أنتجه الغناء الشعري اليمني سواء كان الصنعاني أو اللحجي أو الحضرمي أنا أعتقد أنه بما يخص الشعر الغنائي أن اليمن تمثل دور غرة وليس دور بلد في الوطن العربي سهي الأدباء الجدد اليوم خاصة في اليمن كل يوم يظهر للعيان وبفعل التواصل الاجتماعي من ممكان ومغمورين وأيضا من الجيل الجديد يظهرون للعيان كتابات محاولات شعر غنائي كيف ترى هذه المحاولات؟ هناك محاولات في نظري أنا تصل إلى قمة الوطن العربي نعم وهناك محاولات قد تصل إلى العالمية وهذا ينطبق على الشعر وعلى السرد هل تتابعها دور؟ أنا أتابعها وأستسمح من الجميع أن نسيت بعض الأسماء التي أنا أعتبرها أسماء بارزة ولكن في عجالة اللقاء قد لا أذكرها ولكن على سبيل المثال بما يخص الشعر أرى أن الضبيبي زين العابدين الضبيبي يمثل نفسا خاصا وأقولها وليس تحت تأثير نكابر فقط هذا رأيي قبل أن نسمع هذه الأغنية التي عمادها الكلمات وعمادها الطفلين ضو الصوتين الرائعين والمنشد عبد السامعي الذي لحنها سليم الوادعي هذا من ناحية الشعر من ناحية السرد أنا أعتقد وأهرب من تشابه الأسماء يعني أنه مثلا وجدي الأهدل أنه الغربي عمران أعتقد أنهم يصلون إلى سماء الوطن العربي وفيما يخص الغربي عمران أعتقد أنه يعني يقارب العالمية فيما يكتبه صحيح بالنسبة لأقلام النسائية هناك أقلام كثيرة جدا وهذا يسعدني جدا يسعدني أن اليمن حتى في فترة مرضها لم تتخلى عن قيادتها يعني للوطن العربي عبر أن أسماءها الأصوات النسائية تكتب بإبداع شديد جدا وليست لها خاصة نسائية فيما يخصها ولكن فقط من ناحية الأسماء هناك مثلا نادي الكوكباني هناك الدكتورة جهاد الجفري يوجه لكل هؤلاء تحايا فأنا من هنا أحيي هذه الأصوات وأود أن أقول أن المبدعين اليمنيين في مجال الأدب والغنى يوجهون الدرس كل يوم إلى المسؤولين السياسيين عبر تآلفهم عبر إبرازهم ليمنيتهم وعبر عدم توقفهم عن الإبداع وهذا الدرس لكل المسؤولين الآخرين كي يحظو حظهم إن شاء الله ما زلنا في نفس النقطة الشعراء اليمنيون الذين اليوم ينسجون كلمات منها شعر غنائي لكبار الفنانين العرب يعني أذكر منهم مثلا على سبيل المثال للحصر محمد القاسمي أحمد شرف المطري يعني يغنوا لهم كثير من الفنانين الكبار يعني فضلا عن المحضار القديم الذي غنى له كل الخليج يعني حدثنا عن هذه النقطة يعني كما قلت لك بما يخص الشعر الغنائي حص أن اليمن يعني تؤدي دور قرة وليس دور والشعراء الشباب الذين صاروا مصدر لكثير من المطربين المعروفين أهنيهم وفي نفس الوقت أتمنى عليهم أن لا تأخذهم ما يطلبه المطربون وأن لا يحوروا ما يكتبونه لأنه ربما تكون الأغنية التي تبحث عن الشهرة وعن الترند ربما لا تستلزم الغناء الشعري الحالم واليمني فأتمنى عليهم أن يبقوا على يمنية ما يكتبونه وأن لم يكن هو ما هو المطلوب وسيأتي إلينا ويأخذ ما نكتبه يعني أن أطلب منهم أن لا يكون السوق هو من يجبرهم على نوعية الكتابة نعم دكتور الإعلام اليمني هل ترى أنه جهة داعمة للأدب والشعر اليمني اليوم بصراحة؟ لا للأسف لا وجزء من الأسباب قد تكون بسبب الحرب التي نخوضها ومعاناة الشعب ولكني أعتقد أنه هناك دائما مجالا للإصلاح أنا أرى أنه يعني إصدارات بعض الكتاب لا تظهر إلى الوجود يعني لا يستطيعون يعني صار الكاتب في أيامنا هذه إن لم يستطع أن يحصل على الدعم ذاتيا أو أن يوفر الدعم ذاتيا فإنه كتبه لا تظهر يعني فأنا أعتقد أن الإعلام والدورة الثقافية يجب أن يشعر بأنه منقص وشعورنا بالرغبة إلى الكمال يعني يجب أن تعمق كل الوزارات وكل المسؤولين يعني الشعور بأننا يجب أن نتحسن هو شعور صحي ويجب أن نعتبر أن النقد في سبيل التصحيح ونقد ضدنا النقد الذي يكون ضدنا هو النقد الذي يوهمنا بأننا فعلنا كل ما نستطيع هذا هو النقد الهادم نعم بالنسبة لنا في قناة عدن الفضائية نحن مع كل أديب مع كل شاعر يدا بيد ليس لدينا أي مشكلة وسنستضيف الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى وأنت اليوم ضيفنا وعزيزا علينا جميعا شكرا جزيلا دكتور الظروف والمحيطة اليوم بالأداب اليمني كالحرب هل أثرت؟ هل زادت؟ هل أنقصت؟ كيف تراها بالنسبة للأداب؟ أنا كما قلت لك أرى أنه في بعض الحالات ساهمت في الوجع هو دائما ملهم ليس فقط الإنسان الشرقي أنا ممن يقول الإنسان الشرقي يتحسس الوجع نحن لدينا استطاع على تحسس الوجع والألم كشعور بشكل أعمق من تحسس الفرح يعني نكاد نجتمع على الحزن ونكاد نتشكل على الحزن حتى نحن كشرقيين عندما تداهمنا حاسية جميلة مصاب بالهم أحيانا يعني نحن مجبولين على الحزن وأنا طبعا ليست من مؤيدين أي حرب ولكن أقول أن في بعض الأصوات أن الحرب والمعاناة صنعت أو صهرت بعض المواهب ولكن طبعا بشكل تاريخي لا نستطيع أن نقول أن الحرب كظرف هو شيء يخدم الاستمرار الثقافي لأنه لا تحصل عملية ترسب في أجواء الحربية يعني الثقافة القوية هي الثقافة المترسبة الثقافة المترسبة كطبقات فوقها البعض ما يحصل الآن هو عبارة عن انفجارات بركانية هنا وهناك وهذا فقط يدل على قوة وصل بمعدن الإنسان اليمني لو لم يكن يمنيين لما كان لنا أدب في ظل هذه الظروف وما نفعله الآن هو نحن مدانين للتاريخ الذي خلفنا وليس مدانين للحرب وليس مدانين لمن يحكمونها الآن يعني من وجهة نظر ظروفية ومن وجهة نظرك وكأديب وكشاعر يمني في المهجر ماذا ينقص اليوم الأدب والغناء اليمني مثلا نستطيع أن نقول هكذا ماذا ينقصنا اليوم في الأدب مثلا طبعا يعني ينقصنا السلام يعني لا نستطيع أن نتجاوز حاجة الشعب وحاجة اليمن إلى السلام لأنه كي ننظر إلى أي امتداد ثقافي يجب دايما أن تكون نظرتنا ونظرة شاملة يجب أن ننظر حتى من ناحية الطفل الطفل الذي قد يكون مبدعا في يوم من الأيام ما هي الظروف البلدة التي تسمح له اليوم بالالتحق بالمدرسة بالتعلم فأنا أعتقد كل الحلول التي هي خارج السلم هي عبارة عن حلول استشفائية حلول اضطرارية ولكن السلام والاستقرار في كل الحالات هي الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الشعب ويجب أن لا نبني سياساتنا والاستراتياتنا على أن هذه الحرب وهذا الشتات سيكون داعم أنت الآن تقول أن من أهم تحديات الأدب وتطوره هو الحرب وكذا صح؟ أيوة بشكل طويل نعم هل يستطيع الشعر اليوم والكتاب والأدباء أن يحاولوا قدر الإمكان بأن يوصلوا رسائل للتسامح للسلام من هذا القبيل للم الشمل يستطيع؟ أنا ممن يقول هذا الكلام طيب أين دوركم اليوم يا دكتور؟ أنا أتكلم بشكل شخصي على الحقيقة أنا كقارئ لما يحصل من حوالي مثلا سنة سنة ونصف لم أعد أستطيع أقرأ ما يحصل نعم يعني إحنا الآن وصلنا في حالتنا إلى درجة أنه صار من الصعب حتى على الإنسان المتبع ولا نقول المثقف صار على الإنسان المتبع المثقف أن يرى ما هي الجهة التي يذهب إليها اليمن يعني ما هو الشيء الذي نذهب إليه أنا أتمنى من السياسيين من القادة على الأقل أن يحاولوا أن يوضحون الصورة ما أخشى على اليمن هو أن يفقد الإحداثيات الكبيرة ويأخذ المسؤولين ويأخذ الحكام إحداثيات صغيرة يبحثون داخلها عن النجاح وعن الرسوب وعن الفشل نخاف أن تعتبر الصوملة هي إطار نعيش داخله أنا أعترف أنني منذ حوالي سنة ونصف لم أقعد أرى ولا أستطيع أن أخبر الآخر وأنا إن لم أستطع أن أرى فكيف أستطيع عبر شعر أو عبر كتاباتي أن أرى أنا لقصة إن شاء الله تنصر في يناير أو في فبراير اسمها عندما يختفي القمر يتكلم عن قرية موجودة بين جبلين وهذه القرية تصحى في يوم الأيام على أنه من إحدى القمم الجبال هناك أناس تتحارب فوقها بذخائر فاسدة فكل الذخائر تسقط على القرية فيموت الناس ويتساقطون ويصبح من الصعب عليهم دفن أمواتهم بينما من يموتون في القمم كلاهما يسمون متاهم شهداء ونحن من نموت وهذا يدول على أنه صعوبة في الرؤية دكتور من خلال خبرتك الأدبية والعلمية نستطيع أن نقول أيضا لمن تقدم بها نصيحة وما هي هذه النصيحة؟ أنا أتمنى على الأدباء اليمنيين وعلى من أصواتهم مسموعة أن لا ينجروا إلى الأدباء أن لا ينجروا إلى الأحداث اليومية وأن لا يربطوا أدبهم بالأشياء السياسية الوقتية وأن يعرفوا أن أصواتهم المسموعة تجعل مسؤوليتهم أكبر من الآخرين وأن ينظروا إلى ما يكتبونه بعقلية تاريخية وأن لا تجبرهم الظروف قدر الإمكان بأن يتسيروا يتسيسوا أن ينقادوا لأن الأدباء والثقافيين ما يزالوا بالنسبة لنا كمجتمع شرقي نعتبرهم ركائز ودليل للتبصر في طرقنا فأنا أتمنى عليهم أن يتحملوا دورة المسؤولية والشهرة أو الكسب المادي أن لا يذهب بهم إلى أي جهة نعم دكتور الآن ستظهر لنا في الشاشة صورة من إحدى مؤلفات غلاف لك التعليق عليها وتوضيحها للمشاهدين الكرام هذا هو الغلاف المجري للمجموعة القصصية بخار الروح التي صدرت في صيف 2019 وهي مكونة من 26 قصة سير القصص يبدأ من اليمن وكأنها تمثل رحلة شخص ابتدأ من اليمن والقصص أيضا تدور في أوروبا هي متواليات ثم في عمليات محاولة الرجوع إلى البداية وفي منتصف المجموعة هناك يحصل عملية الاتزان عندما يجد الإنسان اتزان داخل الثقافة المختلفة فهذه عبارة عن صفائح ثقافية تتصادم وأحيانا تتقارب فيما بعضها وبخار الروح هو عندما يخرج الضغط وتصل الإنسان إلى مرحلة الاتزان وكما نعرف أن البخار هو المسمى فيزيائي هو التسامي وما يخرج بخارا هو يتطهر من كل شواذف هل موجودة هذه في شبكات التواصل؟ موجودة وهذه هي الموجودة إذن هذه رسالة للمشاهدين الكرام من أراد أن يرجع لها ويعود لها إلى إن شاء الله نخطط لإصدارها باللغة العربية عبر دار عناوين في بداية العام هذا في يناير أو فبراير وإن شاء الله ستقرأ باللغة العربية قريبا إن شاء الله بإذن الله دكتور كلمة أو رسالة أخيرة تريد أن ترسلها للمعنيين لمن أدل الارتقاء بالأدب والشعر لزملائك الأكاديميين أيضا لنقول الأدباء للمشاهدين الكرام عبر قناة العزان الفضائية أنا أود أن يصاب الكثير بالعقدة التي أنا أصبت فيها عقدة هل نحن بإستطاعتنا سبر غمار المجال لات العلمية أم أن نحن كشرقيين دائما مربوطين بالأدب من يجد لديك هذه العقدة فأنا أدعوه إلى أن لا ينكف عن محاولة الجمع بين الاثنين هذه رسالة مهمة لأنه من الطبيعي أن تكون بعض الأرواح من الأرواح التي لا ترتكز على عمود واحد ولا ترتكز على أكثر من عمود هذه رسالة جميع عمودة لزملائك الأكاديميين للمشاهدين الكرام عبر قناة العزان الفضائية مشاهدين الكرام أنا أتمنى لهم الخير والسلامة وأتمنى معهم أيضا أن نصل في أقرب وقت ممكن إلى بلدنا سالم وبلد آمن وأن يلتم الشمل قريبا إن شاء الله أشكرك دكتور وأنت شرفتنا اليوم على إضاحاتك الجميلة والرائعة أما أنتم مشاهدين الكرام وفي المحصلة فإن الأدب مرآة لكل زمان ومكان فما كتب بالتاريخ غالبا من باب قوة سياسية وتوجهاتها وأما الأدب فهو مرجع أصدق وأغنى لمعرفة أحوال الناس وشؤونهم في مرحلة زمنية ما وهكذا فإن محتوى الأدب أبعد من مضمونه الأدبي المرتبط بمعاني الكلمات وجماليات تعبير والسياغة هو بمثابة الأسس التي تغني للحياة وتضيف لها ولا شك أن الآن للأدب والشعر دور كبير في حياة المجتمعات والشعوب كما أسلفنا فما بالك ونحن في زمن الأزمات والحروب التي ستنتهي إن شاء الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحوار من حوارات التلفزيون شاكرين لكم حسن المتابعة الشكر أيضا لضيفنا الدكتور أحمد عمران المهندس الأديب على تلبيته الدعوة وإضاحاته الكاملة الحوار آخر من حوارات التلفزيون هذه تحية طاقم العمل دمتم والوطن بألف خير في أمان الله شكرا جسيرة شكرا جسيرة